اقادير افلا معلمة تاريخية كتختازل تاريخ مدينة اقادير ومعناها القصبة الموجودة في الاعلى هذه القصبة تأسست سنة 1540 على يد السلطان محمد الشيخ السعدي للطرد البرتغاليين لاستقروا عند قدم الجبل الموجود في قلب القصبة ابتداء من سنة 1470 ميلادية القصبة كانت توفر على مجموعة من المنشآت وعدد من الاضريحة بالاضافة المستشفى ومسجد كبير لكن بعد الزيزال لضرب المدينة سنة 1960 اتدمرت كل هذه المنشآت وبقى فقط الصور الخارجي والباب الرئيسي 2000 ديال الناس مشتها الله يرحمهم والدخل هنا ممنوع للبناية يحترع من الناس 200 لانه خلوا الناس متفونين تحت الارض وهذا الباب هذا هو الأصلي وهذا ما تحسب سنزاله عام 1960 وهذا الصور الجيل اللي كنشوفه على اللي صار هذا رموه من جديد القصبة كتتموقع في قمة جبل على علو 236 ماتر فوق سطح البحر هذا العلو كيخلي الزوار ديالها يشاهدوا منظر إجمالي أو بانورامي لمدينة أقادير خصوصا الشاطئ والميناء لكن رغم عرق التاريخ القصبة فهي كتعاني من النسيان والإهمال وصبحت عبارة على أطلال كتخفي حضارة وتاريخ مدينة أقادير لعبة تيفي ناغ كانت من أصعب ألعاب إنجمة تحدي وفيها اختبروا المشاركين قدرتهم على التركيز والتعارف على مختلف حروف تيفي ناغ هيا شحي هيا شحي هاتك شرسوا يا بانس المشاركة في هذه اللعبة كانت أول فرصة الأغلب المشاركة للتعارف على هذه الأباجدية في حين كان مطلوب منهم إيجاد الإسم اللي كيعطيه لهم مبارك حارس المخزن اللي كيساعدهم في ترجمة الكلمة اللي كيحصلوا عليها من اللغة الأمازيغية العربية وبعد ذلك يعطيهم المفتاح سربي 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 متعانة هذه اللعبة كتبان في اكتشاف هذا المكان التاريخي والتعرف على حروف تيفي ناغ إلا أن التركيز والسرعة كيبقاهم الأساس عند المشاركين من أجل فوز بهذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر